انطلقت فعليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 والذي تجرى فعلياته بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن والجيبوت والسودان واليمن تتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة كما يشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب وفي السياق المتصل انطلقت فعليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودية والذي تستمر فعلياته لعدة أيام بالسعودية ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكل الجانبين تأتي تلك التدريبات في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أيام مشتركة تحت مختلف ظروف اشتركوا في القناة